ازايكم انا عملت اكتر من فيديو بخاطف فيه الناس اللي ما بتشتغلش ازاي يدوروا على شغل واتكلمت على اكتر من حاجة واكتر من استراتيجية ازاي ان احنا ندور على شغل وازاي نلاقي شغل في على احد هذه الفيديوهات متابع من متابعين القناة كتابلي ان في كلامي انا بخاطب الناس اللي معاها شهادة جامعية وسألني يعني هو اللي معهو الشهادة جامعية مش بني ادم مش انسان ميفاش يشتغل لا طبعا اي حد مهما كانت مؤهلاته جامعية او معهد او خلافه من حقه انه يشتغل ويلاقي شغل لكن محتاجين نفكر في اكتر من نقطة وانا حبيت في الفيديو ده اوضح ان في مفهوم خاطئ عندنا حوالين كلمة مؤهل انه هو الشهادة اللي احنا بناخدها مؤهل جامعي انه هو شهادة المؤهلات هي كل شيء يؤهلنا لعمل معين يعني بتشمل الشهادة اللي احنا واخدينها سواء جامعية او غير جامعية المهارات اللي احنا بنمتلكها والمهارات دي ممكن تكون مهارات فنية مهارات في التعامل مع الاخرين او مهارات ادارية كمان خبراتنا الاشغال اللي اشتغلنا فيها قبل كده اي تدريب اخدناها اي شغل عملناها سواء باجر او بغير اجر عشان كده لما نحب ان احنا ندور على شغل لازم نغير طريق التفكيرنا بشكل اوسع شوية العمل هو اي خدمة بتقدمها لشخص ما وبتؤجر عليها وبتاخد اجر العمل ده ممكن يكون في وظيفة بالشكل التقليدي اللي احنا متعودين عليه وظيفة في مؤسسة حكومية او في شركة او في محل او في مكان تجاري موعيد العمل من الساعة كذا للساعة كذا وبتروح بتؤدي عملك وفي اخر الشهر بتاخد مرتبك لكن انتوا عارفين ان هذا الشكل من العمل لا يشكل الا نسبة ضئيلة جدا جدا من سوء العمل الحقيقي ليه بقى؟ لان في مهن في حرف في اعمال خدمية في اعمال فنية دي كلها تقع تحت مفهوم سوء العمل فلو غيرنا نظرتنا لسوء العمل وما فيه من اعمال ممكن نلاقي مكانة اللي نقدر نشتغل فيه ونعمل حاجة كويسة احنا بنحبها وكمان نقجر عليها طيب انتوا عارفين انا انسان عملية نعمل ايه؟ اول حاجة هاتو ورقة وقلم هاتو ورقة وقلم وكتبوا ولو انتوا ما بتكتبوش لو انتوا ما بتعرفوش تقرؤوا تكتبوا يبقى اول حاجة تعملوها ان انتوا لازم تعرفوا تقرؤوا تكتبوا روحوا شوفوا مركز من مراكز محول اممية خلوا حد يعلمكم ما ينفعش انك تدور على شغل وانت بتعرفش تقرؤ وتكتب حتى لو هتشتغل في مهنة يعني مش محتاجة اصلا اي مؤهل لان الحياة حولينا كلها كتابة شوفوا كده اسامي الشوارع اليفط ارقام البيوت كلها حاجات محتاجين ان احنا نقرأ ونكتب السلع اللي بنشتريها المنتجات اللي بنشتريها كلها محتاجة ان احنا لازم نعرف نقرأ ونكتب فلو حصل ان انت او انت اللي بتفرجوا علي ما بتعرفوش تقرؤ وتكتبوا يبقى اول خطوة قبل ما تكملوا الفيديو ده الاخر ان انتوا تروحوا تتعلموا الاقراءة والكتابة خلاص انا دلوقتي بخاطب ناس متعلمة تعرف تقرأ وتكتب ومعاها قصة من التعليم الشهادات عندنا في بلدنا ابتدائية اعدادية سنوية والسنوي ممكن يكون سنوي صناعي او سنوي تجاري او سنوي شهاد السنوية العامة وبعد السنوية في معاهد والمعاهد دي سنتين وفيه اربع سنين وفيه جامعات وخلافه فانت معاك قصة من التعليم ممكن ما يكونش شهادة جامعية لكن انت معاك سنوي صناعي سنوي تجاري معاك سنتين مش هو دا المشكلة امسك الورع وقلم وبتدي اكتب كل حاجة بتمتلكها الشهادة اللي انت بتمتلكها كل الاعمال اللي انت اشتغلتها حتى لو كانت من زمن بعيد او ممكن تعتبرها ان هي ما كانتش شغل يعني مهم وهقول لكم ليه دلوقتي لان بعد ما نبتدي نكتب اي اعمال احنا قمنا بيها نكتب بقى ايه المهارات ايه الحاجات اللي بنعرف نعرف وللأسف احنا ما بنعرفش نقيم مهارتنا على سبيل المثال السيدة اللي قاعدة في البيت وبتعرف تطبخ او بتعرف تخبز او بتعرف تعمل حلويات او بتعرف تعمل حاجة معينة دي مهارات اللي بيعرف يخيط زرار دي مهارة تخيلوا اللي بيعرف يخيط زرار دي مهارة وعشان اكد لكم على اللي انا بقوله احيانا في الغرب لانهم بيفتقدوا لهذه المهارات اليدوية بتلاقي ناس عاملة اعلانات عايزين حد يخيط لهم حاجة يعمل لهم حاجة وتلاقي كتير قوي شخص او انسان او انسانة بيعرفوا اللي هي المهارات الاساسية في ان هي تخيط او يستخدم المكينة مكينة الخياطة او حاجة يروح جاي بمحل صغير ويفتح محل مش بيفصل ولا بيعمل اي حاجة ده مجرد انه بيخيط بيلفق زرار مقطوع بيديق حاجات وهكذا فدي برضو مهارة التنظيف مهارة الناس اللي بتروح تشتغل بتقدم خدمات التنظيف في البيوت للأسر المختلفة ده شغل مرة زمان مش زمان من كذا سنة وانا ماشية في شارع شريف انا وزوجي وجه ولد صغير معاه مناديل فطبعا يعني قرب مني الهي خليكي والنبي قبلة اديني مش عارف ايه والكلام ده وقفت قلتله هو انت شحات ولد وقف مش عارف يقولي ايه قلتله رد علي انت شحات ولا بيع فراح بيقولي اللي تشوفيه قلتله لأ اللي انت تشوفه انت مش شحات انت بيع وبتبيع لي ده ما تجيش تشحت بيع لي كيس المناديل قللي اتفضلي حضرتك مش عايزة كيس مناديل اتفضلي فبصري كده وقال لي يعني هتاخديه ولا لأ قلتله هاخده سعره كام قلت جيبيه قلتله برضو بقيت شحات قللي سعره كام قال لي نص جنيه قلتله ايوة كده اعرض السلعة بتاعتك وقول سعرها فانا هنا دلوقتي بخاطبكم اذا كنتوا عايزين تروحوا تستدروا عطف الناس مش ده كلامي ولكن لو عايزين تروحوا تقدموا خدمة ما للناس اللي محتاجين هذه الخدمة وتؤجروا عليها هو ده اللي انا بتكلم عنه نرجع تاني للمهارات ايا كان سنك ايا كان عمرك فيه ناس بتفقد اشغالها ويعندها خمسين سنة خلال الخمسين سنة اللي انت عيشتهم على وجه الارض ايه المهارات اللي تعلمتها ربما تكون بتعرف تشتغل في السباكة انت في البيت بتعرف تمسك المفتاح وتركب حنفية وتزبط مش عارف ايه وتعمل ايه وبتعرف تخلط الاسمنت وتقفل اي شقوق والكلام ده وتغير المصورة والحاجات دي كلها دي مهارة ومهارة غالية جدا وحلوة جدا وناس كتير قوي محتاجين هذه المهارة انا ما بعرفش اغير الحنفية في بيتي فيه ناس ما عندهاش وقت تعمل الكلام ده فيه ناس ما بتعرفش تعمل الكلام ده تعمل ايه بقى لازم تتعامل مع نفسك على ان انت صاحب عمل حتى صاحب العمل مش معناه شخص بيشتغل عنده موظفين وعامل شركة وعامل مكتب او عامل محل او الكلام ده انت صاحب عمل انا دلوقتي مهنتي سباك عشان عندي مهارة ما وهتت كارت صغير والمطابع كتير قوي 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 وتكلفتها بسيطة ممكن تستلف حتى فلوس من حد وتروح تعمل الكروت دي والكروت دي تعملها بشكل حلو فلان الفلاني سباك محترف وتكتب الحاجات اللي انت بتعملها انواع استباكة والحاجات اللي انت بتعملها لان دي برضو يعني فيها مهن وفيها حاجات وتشوف مين اللي ممكن يستفيد من الخدمة بتاعتك ابتدي الاول بالمخيط اللي حواليك وزع الكروت دي على الجيران الشارع بتاعك والشارع اللي وراك والشارع اللي وراه واللي وراه وهكذا كمان انت دلوقتي لما بتشتري قطع الغيار دي بتشتريها من عند مين روح للمحلات اللي بتبيع قطع الغيار بتاعت السباكة والادوات الصحية وإلبس خليك نظيف خليك شيك انت مش حات انت صاحب عمل انت صاحب مهنة وادخل لصاحب المحل او للي موجود في المحل السلام عليكم انا فلان الفلاني ومهنتي سباك لو جالك اي حد عايز كزا قادي كارتي وتليفوني كلنا معنا تليفونات مدام بتتفرجوا على الفيديو بتاعي يبقى يبقى تقريبا تسعة وتسعين وتسعة من عشرة في المية انتو معاكم تليفونات وتحطوا بالشياكة قيسوا على ده بقى اي حاجة اي مهارة كان في حواليا كتير قوي ناس اشتغلت في صنع المجوهرات والمشغولات الفضية والحاجات دي في سيدات بيعملوا تريكو كروشي والحاجات دي دلوقتي كمان على الفيسبوك كل واحد فينا دلوقتي عنده فيسبوك ده انت لو خدت صورة الكارت اللي انت هتعمله ده وتنزله على الفيسبوك وتقول يا جماعة انا دلوقتي شغلتي كزا وممكن تحس مثلا الناس هتبصلي ايه الناس هتقول علي ايه 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 انا بشتغل في المهنة دي المهنة دي مهنة شريفة ولا لا في مهندس هو من دولة تانية بس دولة ثقافتهم شبه ثقافتنا انه مدام مهندس او دكتور ما ينفعش انه يشتغل في الحاجات دي هاجر لكندا وقعد يحاول عشان يبقى مهندس ولقى الطريق صعب لان يعني عشان تروح بلد لازم البلد دي تعترف بيك وتعترف بمؤهلاتك وتدخل امتحانات في النقابة بتاعة المهنة اللي انت هتدخل فيها وبعد ما تكتاز الامتحانات تشتغل تحت ايدين حد معتمد من النقابة وسلسال طويل قوي من الحاجات هذا الشخص كان بيحب الكهرباء وكان عنده مهارة في ان هو يصلح وان هو يركب وان هو يزبط ويزبط الكهرباء يعني هو مهندس بس كان عنده هذه المهارة لان دي يعني ممكن المهندس يكون درسها لكن ما يعرفش يروح يغير ويعمل ويفك ويعمل توصيلات والكلام ده ومش شرط مش شرط في ناس شغلها كله نظري شغلها كله في التصميم شغلها كله في جانب معين من المجال وفي ناس خبرتها كلها عملية ابتدى باللي انا قلتلكم عليه ده خد شهادة صغير لقى ان حصوله على هذه الشهادة المهنية اسهل بكتير جدا ان هو يبتدي يعالج يعادل البكالوريوس بتاعه والدراسات العلية اللي عملها والكلام ده كله راح اخد كذا شهر في هذا المعهد وبقى اتخرج من المعهد ده ككهربائي فني كهرباء وعمل الكروت الصغيرة وعمل اعلان في مجلة وزع كروتو على المحلات معينة راح للشركات اللي بتشتغل في مؤولات الكهرباء والميكانيكا واعرفهم بنفسه لانه ما ممكن يعينوه من الباطن خلال سنوات قليلة جدا 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 كان عنده شركة كبيرة وكان عنده تيم من المهنيين والمهندسين بقى عنده مكان بقى عنده عربيات بقى عنده ادوات فعارفين لما يقولك فكر خارج الصندوق الكلمة دي بقت كلاشي كده بيتقال فكر برا الصندوق برا الصندوق برا الصندوق هو معناه ايه؟ معناه ان احنا عارفين زي الحصان لما بيحطوله بلينكرز عارفين البتاعات الجلد اللي بيحطوها له حوالين عينيه عشان ما يشوفش غير قدامه بس المجتمع بتاعنا بيربينا على كده على ان الناس اللي دخل الطب وهندسة مع ان انا مهندسة وجوزي دكتور الناس اللي دخل الطب وهندسة دول الفئة العليا دول احسن ناس دول اللي بيفهموا دول الاسكية لأ كل الناس بتفهم بس انا بفهم في حاجة وانت بتفهم في حاجة تانية انا محتاجي لك وانت محتاج لي الطبيب اللي بيروح عياته محتاج استباك والكهربائي وكذا 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 عشان يعمله كل حاجة فالخطوات تاني ان انت تقعد تكتب وترس مؤهلاتك بقى هو ما يؤهلك مش معناها الشهادة الجامعية او الشهادة الغير جامعية اللي انت واخدها مؤهلاتك هي كل خبراتك هي كل مهاراتك وتكتبها كده وترسها وتستقر على مهارة او على او على حاجة بتعرف تقديه وتقول هو ده الكارير الجديد بتاعي عارفين كلمة كار بالعربي يقولك ده الكار بتاعي هي جاية من كارير جاية من كلمة كارير كارير بالانجليزي وبالفرنساوي معناها مهنة ماتة امتهنه يعني اللي بتعمل عليه شغل وبتقجر عليه والمهن كتيرة قوي 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 اي حاجة الناس محتاجاها ممكن تتحول لمهنة بعد ما تكتب كل المهارات بتاعتك وتكتب ايه اللي انت بتعرفه وتستقر على حاجة او حاجتين بالكتير قوي من المهن اللي انت عايز تعملها وما تقولش انا قدر اعمل اي حاجة او اشتغل اي حاجة كده عمر محد حياخدك على محمل الجدية ابدا لازم تكون محدد وتفكر وهو هي دي المهنة بتاعتي وعندين تفكر بقى مين اللي بيحتاج لهذه المهنة مين اللي بيحتاج لهذه الخدمة اللي انا هقدمها ووصله ازاي زي ما قلتلكم المثل بتاع السباكة الناس كلها محتاجة حد يصلح لها السباكة الناس في المقاولات بيبقوا محتاجين شركات المقاولات كبيرة وصغيرة شركات الادوات الصحية كبيرة وصغيرة كلهم محتاجين حد يعمل لهم الخطوة بقى التالتة او المرحلة التالتة بقى ان احنا نشوف علاقتنا لما بتكلم على الوسطة فيه ناس دعلت وقالتلي انت مش فاهمة حاجة وانت عشان عايشة برا ها ما تعرفيش اللي عندنا قلتلكم الوسطة موجودة في كل البلاد اللي خلقها ربنا بس بتتخفى هنا في الغرب في كندا وفي امريكا وفي الدول الاوروبية بيسموها اسم انيق شوية اسم لطيف بيسموها networking يعني شبكة العلاقات طب هي ايه الوسطة غير شبكة علاقات انا بعرف مين عشان يوصلني للايه والوسطة دي احنا دايما بنفكر ان الوسطة دي يعني حد حيديني حاجة مش حقي هنا لا ده انت محتاج وصل عشان تاخد حقك محتاج تعمل networking عشان الناس تستلطفك عشان الناس تستظرفك عشان الناس تتغاضع عن ان انت من اصل مختلف او اصل عربي او ان انت مسلم او ان انت او ان انا ست لابسة حجاب او الكلام ده كله فلازم نبني علاقات ولما ابني العلاقات ابتدي اشوف بقى واغذيها فكر مين اللي تعرفه اللي ممكن يدلك على حد هل تعرف حد بيشتغل في مكان ممكن يقدمك لهذا المكان عشان تقدم الخدمة اللي انت قررت ان هي تبقى مهنتك الجران يا جماعة انا دلوقتي بشتغل كذا 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 دي شبكة العلاقات بتاعتك اتفضلوا ازي الكروت بتاعتي انا دلوقتي بشتغل في الموضوع الفلاني انا بشتغل دلوقتي في المهنة الفلانية ودايما كن فخور باللي انت بتعمله زي الولد الصغير اللي جاني والنبي يخدي مش عارف ايه حول نفسه من بيع باقع يعني لهمهنة لشحات بيستدر عطف الناس ويدحك عليهم من ده ومن ده ومن ده يمكن يكسب بس هل هيطلع حاجة كويسة هل هو ده اللي احنا عايزينه لنفسنا ما ظنش فتعامل مع نفسك ومع مهنتك الجديدة بفخر فيه سيدة قررت انها تعمل مأكلات اكشوالي فيه سيدتين في نفس الوقت تقريبا قرروا انهم يعملوا مأكلات الاولانية اختارت اسم للشركة بتاعتها مع انها ما فتحتش شركة بمعنى كلمة شركة للبيزنس بتاعتها للشغل بتاعتها اختارت اسم وعملت رمز كده لوجو وجدت على المريالة بتاعت المطبخ هي اختارت لون اخضر والكتابة فيه ابيض فجابت كذا مريالة لونها اخضر وعملت اللوجو واسمها بالابيض ولا عملت اي حاجة غير هي الكروت والمرايل دي وبقت تروح يعني ايفنتات وتجمعات وتحط الاكل بتاعه وهي لابسة المريالة بتاعتها وكانت جايبة بنتها وجايبة ناس تابعها لابسين المريالة بتاعتها وحطة الكروت بتاعتها على جم وحولت اللي هي بتعمله ده لمهنة حقيقية ان هي بتعمل اكل بتعمل اللي عايز بقى حفلة اللي عايز عيج ميلاد اللي عنده عزومة السيدة فلانة الفلانية مدام فلانة بتعمل كذا وكذا وكذا وعندها كذا وكذا وكذا السيدة التانية لا خدتها الموضوع عادي ومش عارف ايه فبقى مين اللي بيروح يعين ديه ويستفيد من خدمتها ومين اللي بيستفيد من خدمتها ديه مجرد واحدة موظفة عايزة عايزة حلة محشي عايزة مش عارفة صانية ايه لكن التانية حفلات اشغال شركات عاملين تجمع عازمين حد عندهم الحفل السنوي ناس عايزة تورد فلوس كتير سوري عايزة تورد اكل كتير فبالتالي ابتدى شغلها يزيد ويكبر لانها من اول يوم تعاملت مع هذه المهنة على انها شغل بروفاشنال وصادت تانية اللي تعاملت على انها عايزة تزود دخلها عايزة يساعدوني مش عارف ايه لو هو مدخل مش عايزة اقول مدخل الشحاتة بس لو هو مدخل الانكسار فبتعتمد بقى على حنية الناس وتعطف الناس وده يديها كزا وده يكلفها عمللنا شوية كزا وده يكلفها عمللنا شوية كزا فشوف انت عايز ايه لنفسك ارجو ان كلامي النهار ده يكون مفيد وارجو ان انتو تسمعوه وتعقلوه لان انا ما بتكلمش من منطقة المدينة الفاضلة انا عايشة في الحياة دي وقابلت متاعب وقابلت مصاعب وعرفت كلام ده وزي ما بقولكم دايما مفيش حاجة سهلة مفيش وصفة سحرية مفيش عمل وحجاب فجأة حتلاقي الدنيا اتفتحت فيه شغل وفيه اجتهاد بس الشغل والاجتهاد محتاج تفكير قبل ما بتيجي اشتغل واكتحد محتاج ان انا اخطط محتاج ان انا اقعد كده هدي نفسي وامسك وراء وقلم وارتب افكاري على العموم لو احتاجتوا اي مساعدة او لو عندكم اي سؤال اكتبوهي تحت في التعليقات وانا هحاول ارد على كل تعليقاتكم اشوفكم الفيديو الجاي اشتركوا في القناة